يو سيفن باي أرخص وأضمن موقع لبيع كوينز فيفا 19 سريع بالتسليم وآمن ومضمون من الباند والتصفير وطبعا لا ترسى تستخدم كود الخصم الموجود بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنار وصدر جامر مع كل يوم مقطع جديد من سلسلة تحديات الفوتودرافت وانا في هذا الفيديو تحدي جدا رهيب وجدا أسطوري رح بكون واللي هو تحدي فوتودرافت شركة أديدس طبعا من التحديات النادرة اللي منعملها أو من التحديات الغريبة بتقدر تقول فرح نحاول نبني التشكيلة كاملة من الفرق اللي ترتدي أقمصة أو تيشيرتات شركة أديدس يعني شركة أديدس هي الرائع الرسمي لريال مدريد واللي بتصنع تيشيرتاته وكل شيء له علاقة بالألبسة لريال مدريد وطبعا مو بس الريال مدريد ومن كبرى الأندية الأوروبية فيه طبعا اليوم عملت فكرة كتير ظريفة اني حطيت اللبس الأندية اللي بتلبس أديدس فعنا مانشستر يونايتد هون بيلبس أديدس عنا اللي هو آياكس أمستردام ايضا بيلبسوا أديدس وفيه يوفنتوس ايضا بيلبسوا أديدس هذا الطائم يوفنتوس وما بيعرفت لشيك حالته حالة وفيه بعض الأندية الجدن كتير كلهم حاططهم هون بجنبي فهون مجمع أغلب التشيرتات اللي عندي طبعا من أديدس ونايك ورح منشوف مين اللي بيرتدي أديدس فمجمع كتير تشيرتات حطها بجنبي على عمو لا تنسوا لايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين وصلونا 12 ألف لايك مشان نزلكون تحدي الجديد مشان اذا حبيل نزلكون عن شركة اللي هي شركة نايك فاتغطوا لايك من الآن واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين بدنا نوصل 300 ألف مشترك ان شاء الله قبل رمضان المبارك قبل شهر رمضان المبارك ما بيقى كتير حوالي 18 ألف أو 19 ألف مشترك فاشتركوا من الآن اذا ما كنتم مشتركين طوالنا كتير بالكلام بارخ اشتركوا في القناة اي لاعب فباخد رونالدينيو بالبداية لانه بصراح الايكونات جدا بينفعوني بالاخر خلينا نشوف الكام باسم الله سوكراط يا اووو بيلية 99 اخي والله مدلعين من بداية لعبين ايكون والله شي رهيب والله لحد الان بدنا نشتغل بالتحدي لابد طالعوا لي ايكونات خلص بيكفي يعني اوكي يا السلام خلينا نشوف هون ونركز مية بالمية الشبور نبين انه مو شركة اديداس فعنا ناني وماتيو منستبعدن بالنسبة لي لاتسيو ما اللي متأكد بيرون ميونيخ ميونيخ اديداس ليبربول لا نايك ولا اديداس شركة ان بي اسمه يمكن ولا شي فرح مشوف ما بين ساويتش وما بين لي مندوسكي مشان نتأكد بس بعد حملة تدوير بين التيشرتات ما لقيت طعم بيرون ميونيخ ما بعرف فوين ضع لكن على عمو مرح حطلكم صورة انه بيرون ميونيخ بيرتدي اديداس لكن شوفوا هون ليبربول بيرتدي من هاي الشركة اللي اسمها ان بي ما بعرف هي اختصار لشو بس المهم يعني اه ما بعرف اذا لاتسيو بيرتدو ا اديدس ولا لا لكن على العموم حتى لو بيرتدوا فرح اخد اللي هو ليفان دوسكي شي جدا ممتاز حاليا من بايرن عنا لاعب كل اللاعبة فوق التسعين بالتشكيلة شي جدا ممتاز منكمل يا اوه خميس شوفوا واضح واضح شعار اديدس بالتيشيرت مو محتاج انه انطلعوا فعنا بقية لاعبة لكن اكيد رح اخد خميس رودريغيز بغض النظر عن البقية كل اللاعبة فوق التسعين لغاية الان ملاحظين انتو هالشي الرهيب والله هي جدا اساطير اي 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 اوكي اه خلينا نتاكد عد اوكي طبعا من بين هدول الفرو ابرز لاعب يعني بيرتدي شعار او فريق بيرتدي اديدس تيشيرتات اديدس هو فالانسيا طبعا كولاسي ناتش بيرتدوا بوم أوم أرسنال و تشيلسي بيرتدوا اللي هنن شركة نايك فخلينا ناخد اللي هو دانيل فاس لاعب لا بأس به يعني يعتبر بسم الله يلا 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 يارب بلد ايضاً يعني ما بيرتدوا شركة اديدس فعادي ممكن اني اختار بها الحالة اي لاعب بدنا اياه فرح اخذ اللي هو غريزمان برغم انه من الشركة المنافسة لكن ما في اصلاً ولا واحد طلالي اديدس يعني ملاحظين في كتير اندي بتلبس اه شركة نايك اوكي هوني لعيبة جداً عاديين يعني ما عندي فكرة عنا بشكتاش عنا والله هي ما رح تفرق كتير بس يلا رح منشوف اوكي انا هوني بس شفت بشكتاش ما شلعتهم بلبسوا اديدة اسألت خلص مو مشكلة مناخد اللي هو كاكاوا لانه الباقي ما اطلعت عليهم لكن هو ابرز كاكاوا اذا طلالي لعبه عاديين جداً ما رح نستخدومهم فممكن انه نختار اي لاعب مضروري نطول المقطع بزياد يعني يعني متل هون يعني شو برح استفيد اخد اي لاعب وخلص لانه كلهم ما اللي رح استخدومهم تمام فخلص باخد اي لاعب خلينا نكمد يا السلام قارف بيل اوكي من ريال المدريد فرح اخد اللي هو غيرت بيل ممتاز جداً ممكن اني حاليا نزلي باندوسكي مشان يشبك مع خميس جداً معقول الان بسم الله مونية لا شركة نايك هدولة اللي هنا باريسن جيرمان رحوا نتأكد بس من بعيد الانديات اوكي هون في بن في كبير تدو اميس او من شركة اديدة فرح بياخد اللي هو هاد اللاعب لا بأس يعني ها التشكيلة ماشية لغاية الان في بعض العناصر الجيدة جداً منكمل اوكي ما عندي فكرة بصراحة لاندي يلازم ان يشوف اوكي انا شفت بس اول فريق شفته هو وولفر هامتون وشفت انه بيرتدو اديدة فبناخد جواو موتينيو لا بأس يعني لغاية الان اهم شي مدافعين لازمنا مدافعين اساطير يكونوا اوكي فاران يا السلام من ريال مدريد بيلبسوا اديدة طبعا ما بدي يشوف الباقي ولا لي محتاج اصلا ان يشوفهم فبناخد اللي هو فاران خلينا نشوف بيجيني مارسلو اليكساندرو كولاسي ناتش اوكي هم في مين في شوفوا اوه في تشيلويل مبين انه بيرتدو اديدةس يعني من التيشيرت فعنا هذا اللاعب ما بيرتدو اديدةس وعنا طبعا ارسل بيرتدو بوما وفوزي غلام نابولي مدرش وكان اسمها هاي الماركة مو مهم فبناخد اللي هو تشيلويل هو التقريبا الوحيد من بين هدول اللي بيرتدي فريقه اديدةس فخلينا نكمل لقيبة جدا عادية بس بشكل عام لانه ما عند يقلوب دفاع لابد أن فعلا في نادي أوليمبيك اليون بيرتدي أديداس بس لعب الساحل ما راحي بالـ بقى‌ pessoas että näm variety on.. محتاجين شيء التناغم لابد. هذا الموضوع أوووووووووو كريستيان ورونالدو يا السلامee 96 يهجماعة والله شيء رهيب هاي النسخة جدا collapsesorية تعال يا كريستيان ورونالدو طبعا أن ييوونتوس أيضاً بنرتدي شعار أديداس أي ماركة أديداس الحارس يا رب يا غورتوى نفاس ديخية مانشستر يونيتد بيرتدو اديدس ايضاً مانشستر يونيتد بيرتدو اديدس عندي هون الطائم مشكلة الاطئم كله داخلي ببعض فلاسم اني اعمل حملة بحث كل ما بدي يدور على طائم فهذا طائم مانشستر يونيتد خليه مشان يكون واضح عندكم هذا اللي هو شعار اديدس فباخد اللي هو داويد ديخية الشي جداً معقول يعني بقيلنا على كل حال حوالي خمس او ست لعيبة سقرات واو عندي مونزوكيتش لك رح اخد سقرات طبعاً الا الايكونات عادي منختارهم فممكن اني نزل سقرات هون تناوم ستين والله مازال جداً مضروب اوكي كانت يا الله في حد واحد يطلع حدا تقريباً ما في حد هون بيرتدي نايك في اربع لعيبة واضحين الفريق الوحيد المواضح هو نادي لاتسيو فاذا كان لاتسيو بيرتدي اديدس فكانت يراح علينا حرفياً يعني خلينا نتأكد بس اوكي الحمد لله طلعوا ما بيرتدوا اديدس رح ورجيكم يعني صورة الطعم بتظهر عندكم فهون ما في ولا فريق بيلبس اديدس فباخد اي لاعب الدياب لاحظين انه شركة نايك والله زي منعمل عنه مقطع ليطلع كل اللعيبة من شركة نايك اديدس اقل شوي من شركة نايك من حس رعاية الانديا ومن هالكلام فعالعموم هيك جداً ما اقول بصراحة الاربي بركي بيجينا شي لاعب لالا بما انه من ليون اوريي باين انه بيرتدوا نايك كلابريا بوما وبرشلونة معروف انه نايك ومشستر سيدي ايضاً نايك لكن اللي هو بايرم يونيخ هو الوحيد اللي بيرتدي اديدس وللأسف بيروح عليه اللعيبة جداً اساطيره مشان اللي هو كيميتش لا بأس لا بأس ان شاء الله بنكمل على كل حال مارادونا اتماء يو الله مارادونا ولا زاناتي ياه دخلتوني بمتاهة ما كان لازم يعني شوف والله مارادونا وبيلي بترفت واحد كلام مسهل لكن انا السيدة ام الثانية عندي تعبان فعمفكر اني اخد زاناتي وانا عندي رونالديني اصلاً فوالله اني محتار بصراحة خلص رح اه دخلت الامور ببعضة والله اذا اخدت مارادونا ممكن اني لعبه بالكامب بس انا عندي رونالدينيو كانت عمفكر نزله بالكام ورونالدو بالاستي فخلص ما لي محتاج مارادونا باخد اللي هو خفير زاناتي بحيث انه شو اللي بيصير بنزله هون اول معدن اتنين وتسعين وهذا عامل تحدي وهيك وبنزل رونالدو ببداية المباراة بالاستي مكان ليباندوسكي وبنزل رونالدينيو مثلا مكان خميس رودريغز احتمال هذا اللي يصير لكن خلينا نكمل الان شمايكل اتنين وتسعين ما بدنا نشوف الباقي طالما اطلع لنا ايكون خلص ما لي محتاج يا السلام يا السلام على هيك تشكيلة والله نار نار تشكيلة يا جماعة اوكي روبيرتسون لا للاسف ما بيرتدوا شركة اديدس خلينا نتأكد من بقيت الان دية بس اوه اخترتوا بالغلط اقسم بالله يا الله كنت عادة متأكد بس يلا ما فرقت ما فرقت اصلا هيك هيك ما رح نستخدم اللاعبه واخر لعب انا متأكد انه ريتنج 79 متأكد انا عملكون اني متأكد من الان اه ها ها شفتوا شفتوا هاي لالا ستراسبورغ ما بعرف بيلبسوا اديدس ممتاز ممتاز اتنحنا شو بدنا احسن من هيك ما بدي شوف بقيت الان دية في بشكتاش ايضا بيلبسوا اديدس لكن طالما عندي هذا فاشي جدا اسطوري من النزل هون 192 وواو وممكن تصير 193 كمان ممكن ولا مممكن والله ممكن والله لانه بصراحة عنا لعيبة جدا اسطير ممكن لننزلهم اوكي خليني نزل رونالدينيو بس مكان هذا السي بي بركي يعني بتصير 193 والله محاول بخليها تصير 193 بيكون شي سطوري اوكي ما بده توصل 193 لاجم شكل عام التشكيلة جدا نار يعني فشو نساوي خلص تقريبا خلصنا هيك بقى انه نختار مدرب ولا رح منعدل شي على عموم اذا في اي التعديلات رح بقلكن عليها وبعدها رح برجعلكون طبعا حاليا كلها العناصر الاساسية بالتشكيلة فريق اون بيلبس اديدس مع هذا الايكونات يعني فطبعا داخل المباراة رح بيكون في بعض التبديلات لكن من الان اكيد رونالدينيو ما لي رح خليه يعني بمركز السيبي ففكرت اني نزل اللي هو كيميتش لكن المشكلة بالتناغم يعني شو ما بدي نزل رح بينضرب التناغم فانتو شايفين شو المشكلة اللي عم تصير معنا فما لي عارفانت كيف بدي اتصرف بهالقصة بالضبط يعني ممكن اوكي اوكي هذا معقول نزله هون وخليلي والله ما بعرف هيك يعني معقول نوعا ما بس كان بدنا التناغم يوصل 100 هيك تناغم 100 بس باران تناغم وناقص اولمبيك اليوم بيلبسوا اللي هو نادي نايك او نادي نايك شركة اديدس حتى مو نايك ما في مشكلة هيك تشكيلة نهائية اللي عنا باي بس اني اختار مدرب طبعا بدي نزل كريستيانو غارث بيل ما بعرف اذا كنت رح بنزله ولا لا لكن كريستيانو اساسي لازم انه ينزل بنختار مدرب الان نحن عنا كانتي مو من شركة اديدس فما بعرف اذا رح كنت بطلعه ببداية المباراة ولا لا لانه كانتي تابع لفريقه يعني لشركة نايك فاذا في مدرب فرنسي جنسية بكون جدا اسطوري خوت بوزي يلا هاي مدرب ممتاز احتمال انه يطلع كانتي اذا هيك ببداية المباراة ومنزل مكانه شي لاعب فريقه بيرتدي اللي هو شركة اديدس لكن التشكيلة 192 جدا اسطورية بصراحة خلونا ننطلق على المباراة ان شاء الله انه مبدع ونفوز بهذا التحدي ولكن اذا ما ضغطت لايك ضغطت لايك من الان وخليت الاحتياطين كمان يعني تابعين لشركة اديدس مشان ما نغلط يعني داخل المباراة ولا شي على المهم الخصم سريعا بيوصل اليوم يعني شي رائع طبعا بحط شعار لا كل مرة بمسك هذا كأس العالم الاندي المهم فاديدس طبعا ريال مدريد حطينا خلينا شوف تشكيلة اللي ضدنا بسم الله لا اله الا الله على هيك الدفاع والله دفاعه يا اخي صعب جدا يمكن السي امات شوي عاديين لكن هجومه سريع اجنحته سريعين ودفاعه جدا ممتاز الحلو انه اذا عرفت بس دافع صاحب ببداية المباراة منفوز لانه دائما منطلق اهداف بالبداية على عموم اللي رح منزلهم بدي نزل رونالدينيو او رح بنزل بداية كريستيانو بالستي ما بعرف رح بنزل خلي حدا يعني من بايرم يونيخ اللي هو كيميتش خليه بالسي بي مشكلة والله يعني طاقاته مهن طاقات الاسطورية بس يلا وبدنا نطلع اللي هو كانتي لانه شركة تابع لشركة فريقه تابع لشركة نايك فمنزل رونالدينيو والله هي مشكلة والله والله ما بدي طلع كانتي بس مضطر مشان التحدي للأسم ان شاء الله انه لما عمل عن شركة نايك يطلع لي كانتي ان شاء الله منتأمل بهالشي فخلي لنا التشكيله هيك وخلينا نبدأ المباراة ونقول بسم الله رونالدينيو معه كالله حرام ونقطت معي انا ممكن للعب لكرة عرضيات والله فكرتوا و اتعرقل و اراحي اخدو ضربة جزاء فقط السهل الكرة بعد عدل قد عرفي تطلع للكرة من منطقتي ووهو هسمين الكرة من منطقتي منتج جائد في قطع الكرة رح اتلقى جول انا انا باعرف انه ني رح اتلقى جول الاول لاني كامل قد علم بغباء شديد اوهو الهدف الاول بالمباراة والله عرفاني يلعب عارفان يلعب. ليه! التعادل! بليه هذا بكل بساطة لعب كذب يعني بصراحة. الشوت عنده مو طبيعي. بوم بالقدم الضعيفة يا حبيبي بالقدم الضعيفة. الله عليك! والله إنه أسطورة والله! كريستيانو الرونالدو واقف عم يستنى الركنية. كريستيانو! يا أسطورة! يا أسطورة! أعطيها واحدة سي! أعطيها واحدة سي! بأميسة الريال! حلو 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 جدا! عجبني أن كل التشكيلة يعني بترتدي شعار شركة عديدس. فشي حلو! يلا كريستيانو روح بليه! روح بليه خلص! انطلق يا بليه! انطلق فيها! باتجامة خطة الخاصة! بليه يا الله يا دون! انطلق يا أسطورة! صاره جدا! الان او تسليق نفسكم حيش! بفضل مسترع شركة! حياة نفسكم بليه! حين تكون مدعمة! يلا تسليق! الحمد لله، الحمد لله يا جماعة شو اللي كل ما بتحب ترجع له؟ حولو 2 و 1 نتيجة معقولة مع أنو إحصائيات يعني في أفضلية للخصم ما توقعت والله لكن فرق جداً بسيط يعني فرق 1 بالمئة بس بعض التعديلات لازم بتكون رونالدينيو ما لعم يبيين داخل المباراة ما بعرف ليش رح بخلي التشكيلة هيك إن شاء الله أنها تكون أفضل لنا يلا نقول بسم الله ومنبدأ الشوت الثاني على بركة الله كم لاعب معرفي قطعة يا الله لا توقفوا تتفرجوا حلو أين هو الرونالدينيو؟ ما لي عمشوفه الرونالدينيو فتحت على التسلط أين هو الرونالدينيو؟ حروا الكرة بين الأجل المدفعين لا حرام الله تليل تيم المميز في أرضية الملعب وحدة أيضا في صناعة الأهداف سلام عليكم بكل سهولة مزاحة ممتازة في مدفعين على الطرق روح 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 كريستيانو كريستيانو يسجل لنا الثالث والله على التقدم والله شو شو حض جسم على فردين عندو بيسجل مور تبرير هلو هلأ تحركات رونالدينيو صارت أم تاجبني من لما أعطيته تعليمات والله يا الله كل هربات هيك بهذه الطريقة وأنا عندي هذا الجناح الظهير بطيء خبير المنزل تطريد الجنس يريد ستجل والله لل уст أو يسجل يلا يفعل شخص لك ايضاً لكي تحضر أحدها في حارس المرمى في اللخظة الماضية فرصة تسجيل هدف انت عجب اهلاً وقفوا الدين هل يفعل بأنه يوجد خطورة الآن، كريستيانا انظلاق بالهجوح يريد أن أسفل يا سلح، يا انجح هناك بعد خطورة يجب أن يكون كريستيانا هاتريك اشتركوا في القناة رهيب بصراحة والله انه بدع بشكل مو طبيعي يعني اللعيبة اللي ما بدعت هي خمس يمكن ان رونالدينيو ما مو كتير كانوا ممتازين بالمباراة والله زينتي قطع كذا كرة يعني شفته لكن رونالدينيو حسيته مو بمستوى يعني حسيت كان ممكن يقدم شي افضل من هيك والله كيميت 8.5 شي رهيب لو منزل كانتي وتارك يعني بعض العناصر والله كنا قدمنا شي افضل من هيك لكن الحمدلله فوز بنتيجة يعني ممتازة اربع اتناين فرق هدفين الاحصايات تبدلت بشوت تاني صار في افضلية لانه بكل شي بعد الاستحواس كان متعادل فاذا حبينا عمل لكم تحدي عن شركة نايت فوصلوا هذا المقطع 12000 لايكوش تركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين بدنا نوصل 300000 مشترك قبل شهر رمضان مبارك ان شاء الله انه منقدر وبتقدروا انو توصلونا لهذا الرقم وكتبولي شو حبينا عمل لكم تحديات جاية تحت بالتعليقات فشكر لكل واحد تابع المقطع فبس هذا اللي كان عندي اليوم اكتبولي رأيكم بالصورة هل عجبتكم صورة المقطع ولا لا لانه بصراحة عم تصمم صور بطريقة جديدة يعني فبت امل انه تعجبكم فشكر لكل واحد تابع المقطع فبس هذا اللي كان عندي اليوم في امان الله اشتركوا في القناة